تواصل قوات البيشماركا تقدمها وانتشارها المكثث باتجاه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين فقدوا السيطرة على العديد من المناطق وكان آخرها الطريق الذي يربط مدينة الموصل بالحدود السورية عبر قضاء تلعفر حيث تمكنت البيشماركا وبإسناد جوي من قبل طيران التحالف الدولي من بسط نفوذها على مفرق الكاسك بادوش الممتد للموصل وبذلك تم قطع كافة الإمدادات العسكرية على عناصر التنظيم تم السيطرة على المنطقة الستراتيجية التي تربط الموصل بمفرق الكاسك وقضاء تلعفر واستطاعت قطعات البيشماركا من تحرير مناطق وقورة عديد محاذية لمنطقة بادوش شل حركة المتطرفين ومحاصرتهم داخل مدينة الموصل وتضيق الخناق عليهم في قضاء تلعفر من قبل قطعات البيشماركا تمهيدا لعملية تحرير الموصل يأتي في ظل تعاون أهالي المناطق المحررة ومعرمهم من المكون العربي فضلا عن المعلومات الاستخبارية التي تساعد في توخي الدقة والحذر والحفاظ على سلامة المدنيين أثناء سير المعارك داخل المجمعات السكنية قوات البيشماركا تحاصل الآن قضاء تلعفر وجميع القرى المحاذية للقضاء ولدينا معلومات استخبارية دقيقة وتعاون كبير من قبل المواطنين وقمنا بالتأمين معظم الطرق المحيطة بغرب الموصل واستطعنا من إنحاق خسار فادحة بالمتطرفين قواتنا منتشرة على محاذات النهر دجلا هذا النهر يكون عائق طبيعي ما بين قوات داعش وقوات البيشماركا والقوات البيشماركا مسيطرة على أكثر من عشر القرى وتؤكد قيادات البيشماركا التي استطاعت تأمين أجزاء كبيرة من المناطق في محور غرب دجلا بأنها ستحسم قريبا ما تبقى من جوب لعناصر التنظيم في بعض القرى المنتشرة بين بادوش وناحية وانا قرية وانا نشرف دواسة وكيفريتش بقسم قليلين من الدواش إن شاء الله سنهاجم عليها بخطة ثانية من أطراف مدينة الموصل منير أسعد الحرة